سيد معوض وهو كان معي في حلقة من الحالات هنا انا بتكلم بقى بقى بعيدة عن ابو ناسب والكلام ده كله قال لي ان انا رحت الالمونيوم وكان كابتل رمضان هو اللي اختارني وبعدين ما مشي كابتل رمضان مشي مشيت انا وبعدين مش عارفة ما رح فين انا رحت وبدأت مسيرتي ايه صحة الكلام ده صح اوه فعلا انا عملت موسمين موسم في الداره المنتاز وموسم في الداره المنتاز به وبعدين سيد اول ما انا مشيت طبعا قطع حوالي ستة شهور وبعدين انا كلمتله للنادي الاهلي طبعا اه كان الكابتل انا رجعت اعدت في الفيوم اه اعدت في بيتهم اه اعدت في بيتهم ستة شهور اه كلمت الكابتل سابت وكان معاه دي فان انجليزي مع فاكر هارس هارس تقريبا اه وقعد معاهم حوالي عشرة ايام بس هو عشان كان جاي انا قلت لهم روح تدخلت السابت الحقيقة قلت له تقول له خلوالك ما تقيموش دلوقتي لان هو جاي من بيتهم ستة شهور قاعد فالولد دوت لعيب كويس ولعيب سوبر فيعني ما اتفقوش طبعا وما اخدوش قرار ان هم يتعقدوا معاه وبعد كده راح لإسماعيل الإسماعيلي طبعا قصر الدنيا في المعناد الإسماعيلي طبعا وكان من نجوم القرد الحقيقة في مصر ومنتخب مصر ومنتخب مصر طبعا وبصفة أساسية ونجم كبير سيد الحقيقة ومن أفضل اللعبة اللي جات في الحتة الشمال في مصر الحقيقة احنا معانا سيد معوض مش أبوناسب بقى لا سيد معوض لعب منتخب مصر ولعب النادي الأهلي والإسماعيلي والألمونيوم وكل الحدث لعب فيها شوف هيقولك ونرجع للتاني طبعا يعني واحد من الناس المهمة جدا في حياتي يعني والدي التاني بعد والدي الله يرحمه يعني واحد من المؤثرين جدا من بداياتي يعني أول مدربة عملت معاه على مستوى الأندية الكبيرة يعني كبت رمضان أول واحد داني الفورصة ملعبني فرستين في الألمونيوم من عندي 17 سنة أول واحد كان مؤمن بكدراكي يعني فاللي هو أفضل علي كتير جدا يعني بعد ربنا فأنا حبب أشكوره جدا ويمكن ليه موقف معاه في الألمونيوم بعد ما عنا سنتين وكبت رمضان ساب الفرق أو مشي يمكن أنا من الناس اللي اتأثرت جدا وقعدت بسبب الموضوذة حوالي 6 أو 7 شهور ما رحش النادي وما بط مرنش لحد ما قدرت ترجع مرة تانية كبت رمضان على مستوى التدريب واحد من أهم المدربين واحد من الناس اللي بتدي فرص للولادة الصغارين بتدي فرص للناشئين واحد من أفضل المدربين اللي ممكن تكون في الأكورة جديدة فأنا شعرت مجروحة فيه على مستوى التدريب أما على المستوى الشخصي كبت رمضان أنا زي ما قلت في بداية الفيديو وهو زي والدي بالظبط يعني واحد من الناس اللي وقفت معايا بشكل كبير جدا من هو أنا صغير وواحد من الناس اللي أنا شرف إن أنا دخلت بيتهم إن هما بقوا عائلتي التانية يعني كبت رمضان من الناس اللي أنا باخد رأيه في أي حاجة سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الأيام ما كنت لعيب أو كنت مدرب أظن بنتينا مشيها على حاجين ما ينبع آآ لها سيد شخصية جميلة الحقيقة آآ لها سيد جميل آآ طبعاً هو جوز رشا بمتي جالك إزاي تقدم إزاي؟ إزاي تقدم والله وهو في الإسماعيلي هو طبعاً أنا لما أردته على النادي الأهلي والتجربة ما نجحتش يعني فلما راح الإسماعيلي كنا على العراق على طول بنكلم بعض على طول لأنه هو مرتبط بي طبات كبير جداً بعد المستوى اللي هو اشتغاله معي في الألمونيوم فطبعاً في الزيارة كده فشاف رشا في آخر الزيارة قال لي كابتن أنا بطوب قال لك عمي آآ بعد ما كابتن أنا كعمي آآ آآ قال لأ أنا بطوب بإدراسة قلت له شناء أحسن منك يا سيد ما شاء الله وأنت من أولاد رجالة جداً 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 وأنا عارف شخصي بك كوي بيت توجيه هو بيلعب؟ آآ كنا بيتكلم في كل حاجة مع بعض بيتكلم على طول مع بعض كان في هو بيدرب هو بيلعب الحقيقة لكن ما بقولك يا كابتن صطفا من اللعيبة القليلة بقى اللي جات في ناحة الشمال دي حاجة جندة جداً 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 ليعيب جام دي كبيرة أغلى حاجة عندي في حياتي. مليون راجل. أغلى حاجة عندي في حياتي. ربنا خليها لك. إيه الطيبة دي وإيه الزوء ده وإيه الأدب دي. يا أول عندك بنتين. لا بنت بنت ولدين. أحمد محمد يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لك خير أمتي من بكر ابو انسى. فعلا. ما شاء الله. لأ البنات دي حاجة أجامة من الله. فعلا. فعلا. الواحد الرشا دي أهم حاجة عندي في حياتي. ربنا يخليها لك. الله عليك.